معي عبر الهاتف الضابط السابق في القوات المسلحة المصرية اللواء طاهر عز الدين اللواء طاهر عز الدين سؤالي لك هل تعتقد بأن خطوة الجيش المصري ستكون لها تداعيات خطيرة كما قال الشيخ عاصم عبد الماجد يمكن أن تؤدي إلى تصدع الأمة طبعا بدون نقاش هو هنا عايزين نفعل أسئلة مهمة جدا إيه اللي وراء العملية وإيه اللي وراء انقلاب السيسي وإزاي يعلن السيسي هذه الأيام أسماء الناس اللي موتوا الناس بتقرفها عاصل العملية جاية منين سبب القيح اللي احنا فيه والانقلاب الدستوري ده والانقلاب على الشرعية جاي منين ما انتوش في التفاصيل اللي قدامنا في الماجد الناس اللي في المادين دول ده فعل إلهي لأن اليوم كان يكونوا كل دول إخوان مسلمين كلنا مسلمين المنظر ده الواحده بيقول إزاي يختار بتوق التحيير وما اختار سأضعفهم اللي بره وشوه ده الشعب المصري إزاي بني آدم بيرتكب هذه الكريمة وإزا ما كانش يعرف إن ده حيوصل لاحتراب والمصريين يقتلوا بعض استخداما للسلاح اللي ده في اعتمنوا الشعب المصري في صدور المصريين بتبقى جريمة كبرى جريمة خيانة عظمى هو سؤال للسيسي بيعلن أسماء الناس بتقرفها بعد السنة ليه؟ نسأله سؤال تاني وكان مدير المخابرات الحربية المسؤول الأول عن الحدود والقوات المسلحة وخصوص حدودنا مع اليهود إزاي ما عرفش الكلام ده إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمه وإزاي بيقول دلوقتي بعد سنة ليه؟ عشان يتهم مرسي بيها ده اتهموهم اتهموا الإخوان إن هم عاملين ما فيش صورة 25 يناير دي مؤامرة إخوانية ماشيا مع محامي مبارك إدي إيه بالأعلن هذا أعادوا إنتاج 25 يناير بفجرة في 30 بس المراضي حاصلوا الناس كلهم عفلوا القنوات كلها في لحظة زي ما عفلوا التليفونات أيامها المراضي عملوها وتعلموا الدارس عشان يقهروا الناس واضحة اللي وراء بسأل السيسي الكلام ده مين اللي مشؤول عنه وليه تشال بتاع التحريات العسكرية وليه دلوقت تغيير مدير المخابرات عشان يعملوا تهمة خيامة عزمة والقضاء معهم والإعلام معهم والبوليس معهم مؤامرة كاملة كان واضحة في التصرفات في لحظة طيب سيادة اللواء هذا التصور الذي تنقله هذا التصور كم برأيك وبتقديرك من ضباط الجيش المصري الضباط الكبار أمثالك أو حتى الضباط الصف الثاني من أبناء الجيش المصري من لديه هذا التصور ولديه هذه الخشية على الجيش من خطوته الانقلابية لا يخلو أي تجمع من البشر في الدنيا من اختلافات مستحيل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى في ناس ما أو في ناس ضد القوات المصلحة إطلاقا ما ينفعش تتقال دول القادة داي المجلس العسكري السابق هو اللي كان بيدير بدأ الناس بتقول الشعب وجيش إيد وحده وانتهى فيهم حتى لو خدناها على المستوى الإداري يسقط يسقط حكم العسكر الشعب يريد إعدام المشير يبقى فيه فشل إداري وما يعملش كده لربنا لأن قواهم بيعملوا المؤامرة اللي قال حسن بارك هو ليه يسلم القوات المصلحة مسلمش حد تاني كدستور رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس مجلس شعب لأن دول بينسفزوا من ساعتها المؤامرة ومعاهم الفلوس ومعاهم جنودهم ومعاهم الضباط بتقول أمن الدولة اللي بيسيطروا على البلطجية اللي مربينهم بالهم تلاتين سنة معهم كل الوسائل وده كرية عزمي فرم المستندات اللي مش عايزها ومعا المستندات اللي بيعمل كنترولها اللي وراء الحتة دي هم اللي بيشغلينها حد الوقتي بص للمشهد اللي حصل في تلاتين هو بتاع 25 يناير بس صححوه بقى مين اللي بيقتل ناس سلمين ليه ابحث عن المستفيد علم الكريمة بيقول كده مين اللي فرحان قوي باللي بيحصل دلوقتي اليهود وعتلهم منذوب لأن حسن ضارك كنزهم الاستراتيجي أنت تقصد دولة الاحتلال الإسرائيلي سيادة اللي والان سؤالي لك أمام هذه الحشود المليونية التي نشاهدها في ميدان رابع العدوية وفي الإسكندرية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي والضباط الكبار في مصر ألا يرون أو لا يعيدون حساباتهم بناء على ما يشاهدون هو من الشعب المصري ألا يمكن أن يؤثر فيهم الموقف اليوم كما بين قوسين ربما يكون أثر بهم موقف ميدان التحرير أو كما يدعون ذلك ده أكيد لأن ده فعلة ربنا وإذا كان هم لن يرعبوه يبقى بيسوقوا الدورة لاحتراب لا أول له ولا آخر والقوات المسلحة مش هو السيسي والقادة الكبار دول كلهم ناشقوا وترعرقوا وترقوا وفضلوا في الاستمراء في الخدمة لأنهم مناسبين للعهد السابق دول ناس ما حضروش حرب ما أفهموش معناها ما أفهموش الناس اللي ماتوا عشان البلد دي إذن دول أصلا التغمى اللي فوق لا يمكن يكون الجيش دول ما هو الجيش مين ولبنا وخويا وخوك ناس ده من قنطع الناس اللي في البلد لأن النظام عندهم من زي الشرطة نظام نقي جدا لكن دايما داي المجلس العسكري هو اللي كان بيحكم الجيش الناس دي بتنفي الأوامر بحدش منهم بيطلع طلقة اللي بيطلع طلقة من وراء مبريض زي أيام معركة العباسية واضحة والمعركة قدام المجلس العسكري أيام المجلس العسكري السابق هم دول قعدوا سنتين مد المجلس العسكري عشان بقش فيه محاكمات ثورية ونفذوها بدقة واللي بيحصل بالدوم دا المجلس اللي طلع دي قالوا من الأخوان المسلمين هم نفسهم كانوا بيتمضرر الأخوان المسلمين كلهم في مصر رقمية وخمسين ألف اللي موجود في الشوارع دا ملايين وصلت بشهادة الأكانب أربعين مليون مش هم دول الشعب المصري ولا بطلق التحريف اللي هم كانوا بيقولوا أيام صارت 25 مليون نالها تستوعب نصف مليون لو عملناها بالوئة بالميزان يبقى مين شعب مصر واضح قدامك في المدين الناس اللي عندهم صموك الله بيما فيهم شتات وأطفال بقالهم أكثر تسعة أيام عدين مقيمين تخيلها أنت الناس دي عايشة ازاي ومين اللي بسعهم ويجيوه بالسبات والصمودة إلا ربنا سبحانه وتعالى مين اللي أصح نبص مين اللي فرحان عشان أنت تاخد أنهي جانب بإنسان محايد مين اللي فرحان بدي أكثر الناس فرحة اليهود والأمريكان كعادتهم ينسوكوا الحسام ويستنوا يشوفوا ولكن هناك دول عربية سيادة اللواء بادرت في الساعات الأولى للانقلاب إلى تهنئة الجيش المصري وإلى تهنئة الرئيس المؤقت الذي وضعه الانقلاب سؤالي لك أنت كضابط ما خطورة ذلك على مستقبل الجيش المصري عندما يكون ربما حتى قرار قيادة الجيش ربما يكون تأثر أو ارتهن بحسابات إقليمية وحسابات خارجية اللي يتطهن بحسابات خارجية وإقليمية يبقى خاين أنا عليكم أنفسكم لا يضركم منظلة إذا اهتديتم وكل واحد جلو أجنبه أنا بحصنتي وبنعد جسدي مش هيدفل جوايا مرض أو حد يلعب داخليا أما بيقولوا بيتهموا الإخوان إن فيه داخل ناس من حماس داخل ناس من الخارج ده بيجرم نفسه من غير محاس انت فين تأمن ومقام محوارات النسيب الناس دي تدخل إزاي يعني أنت بتجرب مين مين اللي جايت دول وبمناسبة إيه والناس دي داخلت ليه لأن انت مهترق الناس بتعرف على اللي ماتوا دول اليهود واصدينهم لحد أول ما داخلوا مهترهم في لحظة أنت فين أنا ملومش غيري على خبتي وضعفي يبقى عيب أن أنا أقلقيها على الخارج الخارج بيلعب فيك وإن أنت منفت أنت منتش داري وخيبة وإحنا عملينا ناكلش بعض يا أخي أنا وأخوة أنا ابن عمي وأنا ابن عمي ومش محتاجة خمار عشان يفهم العدو التقييزي الأساسي اللي عملها تلسلسلسة من النهيز على كل حال كلمة أخيرة لواء طهر عز الدين بالنسبة لأبناء القوات المسلحة المصرية جنود القوات المسلحة المصرية كيف يمكن فعلا لهؤلاء أن يقيسوا حبهم لوطنهم وحبهم لشرعية الشرعية الدستورية وولاءهم لمؤسستهم العسكرية أشين الولاء للمؤسستهم العسكرية والولاء اللي أقسم عليه وزيرهم قدام رئيس الجمهورية بالولاء وهو اللي كان الناس دي عندهم في نات كتير أوي فهموا الحكاية دي لما يعرفوا إن قائدهم قائد الطاقة المسلحة هو العامل وعارف ومسؤول عن موضوع رفع اللي بيتهم وإيه الإشوان وبيتهم بها رئيس مرسي كخيان عزمى وإنه حتى ما نزلش الجنالة بتاعة الناس دي وكان معمول له كمين والكمين آبى ثماره دلوقتي نذكر السادات في أيام مراكز القوة كان فيه ولاء للحرس الجمهوري واللي سناصف وقبل ما يطلع يعلن ما قدي فن حرب فن إدارة وعلم إدارة مكاكهم قبل ما يطلع يقول عشان يمسك مراكز القوة الرئيس مرسي ما هواش مختلف ده راجل أول مرة يمسك الكلام ده وراجل على الأقل بالنسبة لي يعرف ربنا التاني ملوش زرف الخامرة والسكواش ورجالته هما اللي شاكلين دلوقتي شوف لغة الجتد وهو في القفص الأيام الأخيرة ده راجل جاي من نسبة جاي من سابق شعره ولادة لبسه بيحيي الناس كأنه في موكب الناس اللي بتتريمي في السجون دلوقتي وبترمي وبتتاخد من غرف نومها الرئيس المخلوع المقرم اللي خرب البلد على 30 سنة وصلمنا لليهود بييجي في سيارة وبيصرف عليه إيه وقعت فين قلولي هو قعت فين فين ذكرية عزني فين الناس بتقهم دلوقتي كلهم ما كلهم براء إيه نعمل الدولة نهرجاني البراءة ليه ما هو قالها الرئيس وقالها سابقة قبل ما يمزق إيده إيه البوليس إذا مسك الناس البوليس اللي شغل دلوقتي يمسك الناس في كل الجمهورية وبيعبض عليه معسقون على طول بيدخل عوض النوم وحتى الرئيس المصري الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يعني كيف تنظر لاحتجازه حتى الآن وعدم ورود أي تصريح رسمي بأي تهمة يواجهه هذا الرئيس المعتقل كبرى دريمة كبرى غير مسبوقة في أي دولة حتى اللي بيأكلوا الأرود ما حصلش عندهم هذا الكلام الراجل ده بشرحين انزل مدام عندك الناس بالعدد ده إذا كنت واسق وجبت أطفال وإسمه تمرد وأول واحد تمرد هو الشيطان حتى الاسم حاجة تقرف يا تمرد طب انزل بالصندوق مدام إنت كده وانزل عامله وعمل الوسائل كلها الراجل ده بكل أخطاءه اللي بالنسبة لي مبررة إن كل المناش اللي حاوليه معادي وراجل ما دخلش ده أول رئيس في تاريخ مصر من سبعة ألاف سنة منتخب ديمقراطيا وكل الناس بما فيهم اللي فشلوا معها في أول الثورة اعترفوا بهذا وأنهم حيامتسلوا للشرعية عايز تطلع الراجل بشرعية عندك الشرعية اللي جا بيها إذا كان عندك واسق في نفسك كلهم كانوا بيجروا في جزم الحزب الوطني وأنا أعرف منهم الناس وبالإسم وعرفهم اللي هي السجالات معاهم وبالإسم ابحث عن المستفيد حتى يا راجل لو أنت في عداء إخوات بيتخنقوا مع بعض لو دخل واحد يدخل على بلادهم على بيتهم حيب تحدو واصب عنهم لازم أدافع النفسي أنا وأخيره على ابن عمي اللي بيحصل دلوقتي اليهود بكل أفكارهم وأجزتهم معهم أمريكا والكي جي بي والغرب ما أقدروش يوصلوا مصر للحالة طبعا أنت تقصد تقصد دولة الاحتلال الإسرائيلي ونعرف أنه يعني المصطلح الشعب المصري ولدولة الاحتلال الإسرائيلي هو كلمة اليهود وليس المقصود اليهود أبناء الديانة اليهودية في كل مكان لواء طاهر عز الدين كلمة أخيرة بالنسبة للمواطنين المصريين الذين دعاهم شيخ عاصم عبد المجيد إلى الخروج من منازلهم والمساهمة في هذه الاعتصامات والمظاهرات برأيك هل تعتقد بأن هذه الحشود ستحرك حتى الذين قاموا بهذا الانقلاب وتدفعهم للعدول عن ذلك القرار العملية واضحة يا أستاذ الفاضل ده فعل ربنا ذين عاصم عبد المجيد أو غيره لا يملف أنه يحشد هذه الحشود الرهيبة جدا لوسط 40 مليون كما قالت في إنان ده فعل إلهي زي الثورة نفسها اللي كان دين مجموعة شباب ما يعرفوش حاجة بقى الثورة يبقى ده فعل إلهي لازم نشوف علامات ربنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين واللورة الناس دي كلها اللي بديهم هذا الصمود ربنا وإذا كان الراجل ده بيدعو ربنا مع هذه الدول إن طارق الناس إنها تتحرك ومين يقدر يعمل الكلام ده الناس اللي عم بيكلمه ويشدقه بالديموكسرية يشوفوا العدد يشوفوا ده مين ويشوفوا إن ده انقلاب سافر من راجل مجرم متآمر إن الانقلاب هنا وللأسف رموز دينية راحوا وشوف مين اللي روح رئيس الجمهورية بيطلع واحد في السجن كان أصلا هو اللي بيحرق وعمل ومتصور يطلع من السجن يقاب الرئيس الجمهورية والناس المختار ما بتتاخد من قوة بنومها تسريني في السجون بجرائم خيانة عظمة وتحريض على القاتل جنات اللي قاتلوا ما تمتكوش يا راجل اللي قاتلوا بالفعل مش تحريض اللي قاتلوا بيطلعوا براه وكل الناس اللي بيطلعوهم شكرا شكرا لك الضابط السابق في القوات المسلحة المصرية لواء طاهر عز الدين كنت معنا عبر الهاتف